احفظوا بحبل الله جميعا ويساعدكم على هذا ويجعلكم على مثل الشمس ان ترجعوا لتهل السلف الصالح اذا قلنا الخلف خلاف السلف سلفك كل من سبقك من من الصحابة والتابعين وعلماء تابع التابعين هؤلاء هم السلف هم السابقون الاولون ومن اكتفى اثرهم ونهج منهجهم فهو سلفي بياء النسبة حيث ما وقع ولو وقع في اخر الدنيا عند انتهاء الدنيا ليس في هذا الوقت فقط بعدنا فهو سلفي فهو سلفي اي منتسب الى السلف ومتبع لمنهجهم له ما لهم لهذا السلفي ما للسلفيين من الاجر ان لم يكن اعظم لانه امن برسول الله عليه الصلاة والسلام واتبع هديه وهو لم يره امن به بالسماع وصدقه وكان على يقين في منهجه لذلك هؤلاء يعتبرون اخوة لرسول الله عليه الصلاة والسلام وقد يكونون اعظم اجرا من السحابة على كل الناس هنا اما سلف وهم الذين اشارت اليهم الاية الكريمة والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار هؤلاء السلف لا تترددوا في معرفة السلف والسلفيين لان في هذه الايام هذه الايام الصعبة بعض الناس يضعون السلفيين مع ال احزاب المهدثة ويعتبرونهم حزبا حزب الاخوان المسلمين حزب السلفيين حزب التبليغيين وحزب السروريين وانت ماشي هذا خطأ تقسيم خاطئ السلف هم اسهاب الخط السلفيون هم الباقون على ذلك الخط على المنهج وليس بحزب حزب انشأه انسان معين في وقت معين لا بل منهجهم انتداد لمنهج سلفهم لانهم منتسبون اليه لذلك من الخطأ عند تقسيم الناس هذه الايام جعل السلفيين حزبا من الاحزاب هذا خطأ ولكن الاحزاب هم الذين تفرعوا من الخط تركوا الخط الرئيسي الجادة تركوا الجادة وخرجوا الى بنيات الطريق هؤلاء هم الاحزاب الذين ينبغي ان يكونوا محل بحث ليعرف ما لديهم من السواب والخطأ اما السلفيون السادقون الذين فهموا واتبعوا لا مجرد الانتساب لا يدخلون في هذا التقسيم ابدا